اقترب يوم موعود ومرجو في نفس الوقت ألا وهو يوم الثلاث بعد بكرة الرئاسة تنتقل للعاصمة الإدارية الجديدة وده انتظارا أو تنصيقا تنظيما لحفل تنصيب الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا اليوم يوم مختلف عن كل الأيام السابقة لنفس ذات الأمر ألا وهو حال في اليمين الدستورية في رأيي أنا مختلف ومختلف اختلافا كليا في تفاصيله في ظاهره في باطنه كمان لو حبيت تسميه يعني بمصطلحات مسلسل الحشاشين وحسن الصباح ليه لانه ما تقدرش تغفل رمزية المكان المكان اللي هو ايه مجلس النواب لا المكان هنا هو العاصمة الإدارية الجديدة فرمزية المكان وعلاقته بحلمنا بمستقبلنا بمشوارنا في إرساء قواعد الجمهورية الجديدة هو رمزية شديدة الأهمية تستوجب ان احنا نلتفت اليها ونفهمها ونحللها دي نقطة نقطة تانية الوضع المختلف كمان يعني انت بتتكلم على أوضاع كثيرة مختلف في منها أوضاع إيجابية جدا وده بعد انتظار وبعد قلق وبعد توتر عند مية وعشرة مليون مواطن من الوضع الاقتصادي اللي كان قال الناس وما إلى ذلك والدولار وراح على فين والقصص وتفهات وبلهات الإخوان وهيبقى بمية وهيبقى بتمية كل الكلام الفارغ راح إلى غير رجعها والحكومة والبنك المركزي وطبعا الرئيس بنفسه بشخصه وبصفته قدروا ان هم يوفروننا وفرة وحصيلة دولارية غير مسبوقة بالمناسبة في تاريخ البنك المركزي منذ ان اصبح الدولار هو عملة الاحتياطي